ولا للضغط على إسرائيل التخفيف من إجراءاتها طيب عبد الحفير فقط نشير بمشاهدنا بأنه هذه صور لبدء لقاء الرئيس اللقاء الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الإسرائيلي إذن هذه في خضم طبعاً الزيارة الرئيس ماكرون إلى إسرائيل وطبعاً يتزامن مع ذلك تصريحات من جانب الجيش الإسرائيلي الذي يقول بأن هناك وتيرة يقول استهدف خمسة خلايا تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان وأيضاً يقول الجيش الإسرائيلي بأن وتيرة القصف من قطاع غزة انخفضت لكن لن نتهاون ويقول الجيش أيضاً نواصل الهجوم بقوة على مدينة غزة ومحيطها وعلى السكان التحرك جنوباً إذن هذه دعوة جديدة بأن التحرك جنوباً وأمامنا أسابيع طويلة من القتال ويقول أيضاً الجيش الإسرائيلي بأن مصر تلعب دوراً رئيسياً في مفاوضات إطلاق صراح المحتجزين من غزة ونتعلم من تجربة أمريكا في المنطقة لكن الحرب على حدودنا إذن كانت هذه التصريحات الجيش الإسرائيلي الذي يقول أيضاً نحن جاهزون وفي انتظار التعليمات السياسية عبد الحفيظ إذا كانت وتيرة القتال ووتيرة القصف ستبقى مستمرة وكما صرح الجيش الإسرائيلي بأن هناك أسابيع طويلة من القتال كيف يمكن أن ننظر إلى التحركات السياسية من جانب السلطة الفلسطينية في محاولات لاحتواء الوضع على الأقل لأنه شاهدنا في الأيام الماضية كانت هناك أيضاً انتفاضة على السلطة داخل الضفة الغربية نعم بالنسبة لتهاني وقف القتال في غزة هناك ترجمة نانسي قنقر